طلابي أحبائي أصعد الله أوقاتكم ها نحن نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع السابع لمادة اللغة العربية للصف الثالث سنبدأ يا أحبائي بأهم مهارات اللغة العربية التي ستم تغطيتها خلال هذا الأسبوع من مهارة الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة والتعبير سنبدأ يا أحبائي هذا الأسبوع بمهارة الاستماع سنقوم بالاستماع إلى درس المركز الصيفي الذي يوضح أهمية المراكز الصيفية وأنواعها والدور الذي يقوم فيه كل نوع من هذه المراكز أيضا سنقوم بالتحدث يا أحبائي عن الصور المعطاة في الدرس حول المراكز الصيفية وكيفية التسجيل فيها والأشخاص المسؤولين عن هذه المراكز الصيفية وأنواعها وأي مركز تود أن تسجل فيه في هذا الأسبوع يا أحبائي سيتم تحديد الإملاء وستكون هي الإملاء التاسعة الصفحة الثامنية عشر من كتيب الإملاء سيتم إعلامكم بها معبر الإيميل أيضا يا أحبائي سيكون لدينا حصة لبعد استماع والمحادثة القراءة ستكون من قراءة المعلمة ومن ثم قراءة القدوة ومن ثم قراءة تفصيلية وقراءة مجزعة ثم يقوم الطلاب المجيدين بالقراءة بعد توضيح المفردات الجديدة في الدرس والفكرة الرئيسية من الدرس سيتم التدرب على القراءة اليومية أيضا سيتم التدرب على الكتابة الإميائية على دفتر النسخ وفي كتيب الإملاء تحضيرا لموعد تقديم الإملاء وهو في يوم الخميس والمرسل عبر الإيميل اليومي في هذا الأسبوع يا أحبائي أيضا سنقوم بالاستماع وحل أسئلة الدرس على الدفتر وعلى الكتاب سيتم الإجابة على الأسئلة بشكل شفعي وبشكل كتابي أيضا سيكون لدينا تقييم للقراءة ستكون هناك لدينا تقييم سيتم إرسال موعد التقييم عبر الإيميل بالجزء الأول وهي عبارة عن الفقرة الأولى من الدرس أيضا يا أحبائي سنقوم بالذهاب إلى المكتبة واستعارة قصة واعادة القصة المستعارة سابقا ومن ثم سنقوم بوحدة بحث بعد قراءة قصة الشمس حكما وتحليل شخصيات القصة وعمل جماعي على لوحة مبرزين الشخصيات والمكان والزمان والحل والعقدة طلابي أحبائي أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح شكرا لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء شكرا لكم